ده سؤال، ده سؤال وكل الجمهوري الزمانية بيسأله انت ليه بتعمل؟ أنا النهاردة مفرج على المباراة عمال أقول له يا عم أسولي ده انت عادنا نقول عليك أشعار المباراة اللي فاتت آه صحيح المنافس مش كبير قوي اتحاد المسلمي كقوة يعني بس برضه انت فرطت سليطرتك وكنت جيبت أربع أهداف ممكن تسجل أكتر دايما بيعمل كده بعد كل المباراة يعملها جامدة جدا نحن بغير في اللي بعدها ماتش يقول له عرب ستة كسبان ستة بتغير في اللي بعدها على طول وقدام الأهلي كمان بتلعب بتشكيلة غريبة ليه بتغير؟ أنا برضه يا كريم دي حاجة يعني لو عملتها مرة تبقى مفهومة لكن انت زي ما قلتم ممكن ماتش الزمالك يبقى كويس قوي طب ما تجرب وخلي بالك كريم أي فرحة تنجح الأهلي السندي خد دوري وكاس ثبت تشكيلة رغم ان الرجل بيعمل روتوشن كتير كورر بس بيعمل بص تعمل روتوشن في واحد صح اتنين اقصى فقط لغير لا وانت عارف انه في المباراة الكبيرة في تشكيلة واضحة ممكن اقولها الوقتي وان كلنا نقولها حيضاش رعيب انت عارفهم لكن انا النهاردة كل ماتش اتنين تلاتة يخشوا عالتشكيل لا ما يعني الموضوع زي ما قلت لك انا النهاردة نفسي حتى ما شفت التشكيل طب ما فتوح شغال كويس وبيخش الحتة بتاع تنص الملعب اما بلعب بكلفة اروح بدق بحاتم سكر طب ما بحسام عبد مجيد كان كويس هو عبدالغاني ماتش اوأي يروح جايب حمزة المسلوس ايه ويروح ملعب زيناري بكرايت وسيدة عبدالله كان عامل طبا انا بقول لك فدي انا دي 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 علامة اللي لسه يفهم الوحيدة لكن الراجل نقول بيشتغل بيشتغل صح بيتعب بيتعب بيزمالك برضو في الظروف اللي انت فيها والنقص اللي انت فيه وما فيش صفقات وما فيش برضو للسواقف على المنافس طيب انا ورد حاجة في مدرستين للمدربين ده في العالم كله في مدرست تقولك ايه انا هلعب على المنافس يعني انا شوف المنافس بيشتغل ازاي وحط تشكيلتي وطريقتي على المنافس في مدرب تانية او مدرست تانية تقولك لا انا هفرض اسلوبه على اي منافس حتى لو هلعب لي المدينة هلعب بنفس الطريقة مش اغيرها حتى لو هلعب اكبر فريق في العالم هل هو من المدرسة دي يعني خلاص وضحت انه الراجل له بالمدرسة دي انه هو كل المباراة حتى لو قاعد الموسم اللي جاي وجاته لعيبة واي 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 هيقعد يغاير كتير عشان دي مدرسه بيلا بمدرس اي 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 انا بص يا كريم انت النهاردة انا هتديك مثال مثلا حصل معي انا انا كنت بلع في تركيا كنت انا قايمة انا بعزيز فرقة واحدة ففي ماتش انا كنت كويس جدا واخد اعلى درجة في الفرقة في الليل التقييم كنت 7 ونص الماتش اللي بعدية عدت احتياطي فروحت المدرب قلت له ليه قال لست انا الفرود اللي انت كنت بتلب عليه الماتش اللي فات كان اطول منك فانت كنت كويس معها لكان الفرقة اللي حنلعبها عندهم فرود قصير فانا محتاج سر باك يبقى عنده سرعات ومش ده شكل وفيه شكل تاني اللي يقولك لأ انا بلعب بنفس اللعيبة ونفس خاصة لو اهمها ماشين كويس بالضبط هي مدرستين ايوه لكن في اعتقادي اللي الراجل ده من المدرسة اللي هي بيلعب على الخصم في الخصم مما بلعب على الخصم او بشوف الخصم فبغير في العناصر بتاعة الفرقة بس الوقتي في الظروف اللي انت فيها دي يا كريم ما عندكش الابشن الكتير اللي برا اللي يقدر يحلك دي يعني انت النهار ده ما عندكش تنوع في اللعيبة كريم انت مع احترام الفرقة الزمالك فرقة كويسة عندك نواقص كتير صح لكن انا النهار ده لو عندي سر ديباك سريع وصير دي باك بيلعب بجماغ وصير دي باك عندي تنوع أقدر أحط ده مكان ده مكان ده الحاجة التانية طب ما أنا ممكن بنفس الحداشر ألعب بسيستم لعب أخنق الفرق اللي قدامي أو اشتغل على الفرق اللي قدامي يعني مش شرط اللي أنا لازم أغير في العناصر لا طب ما أنا النهاردة اشتغلت كويس يعني أنا النهاردة لو عمر جابر في نص الملعب زي المطش اللي فات وفتوح باكليفت ومسلا ودونجا وبلعب بيزيزو وشكبالا وسيفة جدينة يعني هي اللي فرقت اللي عمر جابر مثلا مش عارف يعمل أدوار دفعية وما يعمل أدوار دفعية بالضبط فهو دي محيرة بصراحة يا كريم أنا بقولك النهاردة أنا حتى استغربت طب ليه طب ما انت نهي كويس وشكلك كان كويس والنهاردة حتى يعني أنا النهاردة يا كريم هو ده المطش اللي كان بتاع الصعود أيوة عشان أكيد النصر أصعب فاكسب النهاردة تريح نفسك بقى وريح بقى يعمل بقى روتريشان ويعمل بآخر مطش يعمل خلي اللعبة تنزل مبارات النصر دي تتصور مع كريستيانوس يعني خليهم مبارات دي فالاية لكن يعني وجهة نظر بس اللعبة أنا شايف اللي قدت اللي عليها طيب